اهلا وسهلا بحضراتكم في السادسة نهاية مرحلة اولى لمستر موسماني وانه بداية المرحلة التانية هتكون مع انطلاقة الدوري في المباراة لإسماعيلي كلنا تابعنا للمباراة وتقريبا تقريبا يعني كل جماهير النادي الاهلي سعيدة وراضية جدا بالأداء بداية خليني اقول انه واحدة من اهم مكاسب المباراة انه قمشة الاهلي الجديدة او الصفقات الجديدة او الاسماء الجديدة يعني اللي ظهرت في المباراة قدمت مردود اكتر من رأح يعني بيرسيتاو خسيل ويس ميكيسون احمد عبدالقادر عمار عمار عجبني جدا جدا كلهم عجبوني بصراحة بس يعني عمار على الرغم من انه خد وقت قليل شوية لكن جاي عمار جاي جدا جدا وعبدالقادر طبعا وبيرسيتاو اعتقد ظهرت من قدراتهم التهديفية الاتنين مسجلين ثلاثة اهداف من الاهداف اللي سجلها النادي الاهلي جون عبدالقادر كمان صعب ان الاهلي في التوقيت ده كان بيلعب ناقص اللقطة دي طبعا بين عمار وبين علوله لانه عمار قال علي معلول قبل المطش انه هو هيسجل هيكون اول واحد يسجل الاهلي هيفتتح اهداف الاهلي وقد كان بالفعل فشان كده علي معلول راح لعمار بعد محط الجنع على طول خليني اقول اجمالا انه المباراة كانت مرضية يمكن كمان اللي زود شوية من احساس الجمهور بالرضا هي انك انت بتلعب الاسماعيلي وان كنت انا شايف ان الاسماعيلي مش مقياس يعني مع كامل التقدير والاحترام طبعا لفرقة الدرويش بس ده اللي احنا لعبنا ده شبح الدرويش شبح الاسماعيلي هزي الفرقة ما تدخلش ابدا في خانة منافسي الاهلي الاقواء انا في انتظار تصدم قوي في انتظار منافس قوي اقدر رئيس على اساسه امكانيات فرقتنا ولعبتنا اللي ما عنديش شك فيها انها تستطيع واحنا لسه في بداية المشوار خدوا بالك الكيرف لسه ان شاء الله باذن الله هيعلى كتير وعشان الكيرف يعلى كتير محتاج شغل كتير مننا عشان الكيرف يوصل لأعلى مستوياته خد وقت خد مساحة الفرقة يزداد فيها الانسجام خد وقت يرتفع معدل لأقل بدنية خد وقت كل لعابة الاهلي تخش في فرمة ويبقى فيه منافسة حقيقية انت لو بصيت على دكة الاهلي في المباراة دي دكة محترمة جدا انت عندك كان عندك من الحلول على دكة البودلاء خد عندك محمد شريف حداف الدوري كهرباء وإحسان الشحات مفنشين الموسم اللي فات ولا أحسن ولا أروع عندك كمان يخش في الحسابات ان شاء الله بإذن الله صلاح محسن بعد ما يكون جاهز وطهر محمد طهر فبالتالي حلول الأهلي السنادي غير وقدرين على التعامل مع أي مشكلات والمشكلات هتيجي وهتحصل الموسم السنادي هو أصعب موسم خضو النادي الأهلي في العشرة سنين الأخيرة أصعب حتى من الموسمين اللي احنا اتكلمنا عليهم السنتين اللي فاتوا وعلى الرغم من إنجازاتنا الكتير جدا والأرقام المحترمة اللي حققتها فرقة الكرة في الموسمين اللي فاتوا إلا أنه العقبات اللي وجهتنا واللي أثرت حتى على ضياع بعض الألقاب زي الدوري وزي السوبر هتواجهنا عقبات أصعب منها السيزن ده عشان كده لازم نكون جاهزين وعشان كده لازم نكون مركزين وعشان كده لازم ما يعني ما نضيعش أي فرصة وما نضيعش أي لحظة ممكن يكون فيها عوامل تأثر على مشوارنا في البطولات المختلفة تحكيم بقى إجهات بقى إيقافات بقى إصابات بقى كل ده لا يدخل فيه الاعتبار لابد أن يتاخد في الحزبان خطوة بخطوة في بداية المشوار خلينا نروح لزمينا العزيز طبعا شريف شعبان موجود في النادي الأهلي نتعرف منه على السعادات الفريق لمبارد بكرة المهمة جدا أمام البنك الأهلي شريف مساء الخير مساء الخير زميلي أحمد تحاتي لك وتحاتي لكل متابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان بالفعل زميلي أحمد مباراة مهمة جدا مباراة في غاية الصعوبة بإذن الله بإذن الله التوفيقكم مع النادي الأهلي ونفوذ طبعا على فريق كبير هو فريق البنك الأهلي خليني أبدأ معك من تمرينة النهاردة ريمكن زملاء بلغوني أنه التمرينة خلصت من دقائق بسيطة جدا تكلمنا على ملامح التمرين النهاردة مشاركة اللاعبين رؤية ميستر موسماني اللي شفناها اعتمد على طريقة لعب إلى حد ما يمكن لجأ لها وبفتكر يعني وأنا بتفرج على مطش الإسماعيلي افتقار تقوي مطش الترجي في تونس طريقة لعب ما كانتش متوقعة هل شايف أنه هيبقى فيه تغيير من ميستر موسماني في طرق اللعب الموسم في طريقة اللعب الموسم ده بيشتغل على لف التمرين ازاي خلينا أقول لك زميلي أحمد وأقول لكل متابعي شاشة تقناة النادي الآلي التمرين كان في الخامسة مساء من قبلها كان فيه محاضرة فنية خاصة لمستر موسماني وباقي الجهاز مع اللعبين يمكن شاهدوا فيها بعض اللقطات من فريق البنك الأهلي نقاط القوة ونقاط الضعف لفريق البنك الأهلي أهم التعليمات اللي مستر موسماني حريس كان وقن حريس يقولها للعيبي النادي الأهلي الحاجات اللي طالبها بكرة من لعبي النادي الأهلي اللي هنفزها أو نفزها منذ قليل في التمرين اللي انتهى منذ قليل ومن خلفي يمكن الملعب خلاص فيدي يمكن هيصلوا وهيتجه إلى أحد الفنادق القريبة من التجمع الخامس وقريب أيضا من استاد المباراة استاد الأهلي والسلام يا رب بإذن الله يكون التوفيق مع النادي الأهلي مستر موسماني اليوم ومبارح حيرنا معاه المباراة الإسماعيلي كان بيلعب 3-4-3 النهاردة ومبارح في التمرين جرب شوية 3-4-3 جرب شوية 4-3-3 جرب شوية 4-2-3-1 4-4-2 الله أعلم ممكن يختار آني طريقة لعب ما شاء الله عنده قيمة لعبين على أعلى أعلى مستوى عنده لعبين تيكتيكيين من انتراز الأول بينفزوا كل طرق اللعب اللي الراجل جرب النهاردة ومبارح بعض هذه الطرق هيختار أي من الطرق بكرة بإذن الله هنشوفها في أرض الملعب عندما يحل موعد اللقاء عندنا ساقة كبيرة جدا في كل لعب النادي الأهل النهاردة كان في بعض الجمل التيكتيكية الخاصة بمباراة الغد والتمرين بالمناسبة مغلق النهاردة لكل أعضاء النادي الأهلي مستر بيتسو موسيماني في الفترات الأخيرة ببحريس قبل أي مباراة بيكون التمرين مغلق تماما لكل الأعضاء المتواجدين في النادي وده طبيعي جدا في العالم كله في أوروبا كله محدش أصلا بيتفرج على التمرين ولكن في مصر القصة مختلفة شوية ولكن في مزيد من السرية مستر بيتسو موسيماني ومدير الكرة الكابتن السيد عبدالحافظ ببحريس وفرها لكل لعب النادي الأهلي والجهاز الفني والإداري خلينا طمينك بقى على الإصابات يمكن الشناوي بيشارك إمبارح وبيشارك اليوم معنا كده هيكون جاهز لمباراة القمة طبعا في علم الغيب ولكن عندنا ساقة كبيرة جدا طبعا في عالي لطفي قبل بلاء حسن في المباراة الأولى الشناوي بيتعافى الشناوي بدأ يعود تدريجيا إصابة قوية جدا بقول لشابول الجهاز الطبي برئاسة الدكتور أحمد أبو عبل رئيس الجهاز الطبي على الشغل المجهود الكبير جدا مع محمد الشناوي بالفعل النهاردة بيشارك أيضا في جزء من المرانة عندنا ساقة كبيرة جدا في عالي لطفي وفي مصطفى شبير وفي حمزة أي أن كان يلعب أهم حاجة الأهل فوق الغميع الأهل يلعب يكون جاهز بإذن الله ويكون قادر على المحافظة على الفوز في المباريات المقبلة صلاح محسن بتتكلم خلاص في يومين ثلاثة وهيكون موجود في المران محموم متولي أيضا يمكن بتتكلم في أقل من أسبوع وهيكون موجود في المران الحالة النفسية والمعنوية مرتفعة جدا برستاو ومكسوني الكل بيشارك بشكل قوي جدا عبدالقادر اللي أسنت عليه كمان زميل أحمد بيشارك وزار بشكل قوي جدا الكل منتظر مباراة الغد لتقديم وقبة قروية ده سمع طريقة باسم النادي الأهلي أما حاجة بس التوفيقكم معنا بإذن الله ونفوذ بكرة بإذن الله على فريق كبير هو فريق البنج أريد أن أعرف منك برضو الموقف بالنسبة لوليد وطاهر وليد خلاص بدأ يشارك فيه المران وطاهر أيضا بيشارك فيه المران خلاص القصة حصمة يمكن وليد الدكتور فضل يدي له فترة من الراحة حرصا طبعا على سلامته القصة كانت بسيطة جدا ولكن الجهاز الطبي بيتعامل مع العبية النادي الأهلي يمكن زي ما بيقوله بيكون حساس جدا فيه المعاملة وبيحاول يعني ينتظر وما يتصرعش فيه الدفع بأي اللاعبين وليد سليمان طبعا شارك فيه المران طاهر محمد طاهر أيضا شارك فيه المران مستر بيتسو موسيماني هيختار القائمة اللي هتروح إلى المعسكر أي أن كان عندنا ساقة كبيرة جدا في كل لعبية النادي الأهلي بشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز شريف شعبان دي كانت أخبار تابرينت النهاردة وخدوا بالحضراتكم يعني شيء بالشيء يسكر كده عشان احنا كنا بنتكلم على دكة النادي الأهلي وحضراتكم يعني محدش يختلف على أن الأسماء اللي موجودة حتى اللي ما كانتش في القائمة كلهم نجوم كلهم نجوم من العارة تقيل كلام ابتدى يطلع على فكرة قط اللبس وأن في حالة غضب وذكروا بعد أسماء اللاعبين كلام ده مش مكانوا في الأهلي يعني كلام ده طول عمرنا تعودنا أنه قط اللبس بتاعت النادي الأهلي تختفي كل وتتضاءل وتتراجع نجومية لعبة النادي الأهلي أمام اسم النادي الأهلي وده عرف مع يعني متورس بين الأجيال وكل محاولات الخروج على النص التاريخي يعني اللي حصلت فيها دروس وفيها عبرة وفيش حد أكبر اسمه أكبر من اسم النادي الأهلي وخدوا بالحرارتكم الروح اللي انتوا حتى شفتوها في اللقطات البسيطة دي من التمرين بتقول أنه مفيش حد غضبان وكل الناس الحقيقة بتسعى أنه الموسم ده يكون موسم ناجح حتى لو في أسماء قادة تعددك وده طبيعي جداً أي خمسة أو أي ستة أو أي اسم هيكون حتى برى القائمة خالص طبيعي جداً أنه يكون نجم كبير جداً وبالتأكيد على مدار الموسم هيكون ورقة يتم استخدامها ويكون لي دور مع الفريق طيب خلينا عدي سريعاً بقى على أخبارنا النهاردة النهاردة طبعاً هتبدأ موجهات الجولة التانية عندنا الاتحاد السكنداري مع فيوتشر شغال دلوقتي وعندنا كمان أم بي مع المقاولون هيكون الساعة 8 بالليل البكرة إن شاء الله يومنا يومنا يبتدي طبعاً ظهراً هيكون فيه لقاء كليوباترا سيراميكا كليوباترا مع الإسماعيلي مصر المقصة مع الجونة هيكون الساعة 3 برضو طلعي الجيش مع الزمالك خمسة ونص وفرقه مع بيرامتز خمسة ونص ونختم بقى وختمها يكون مسك إن شاء الله بإذن الله بصاهرة كروية تكون إن شاء الله ممتعة وأنا أتوقحها كذلك بين الأهلي والبنك الأهلي والمباراة هيكون الساعة 8 طيب بيبلغوني إن ارتحاد شغال دلوقتي مع فيوتشر والنتيجة مازالت تعادل واحد واحد بين الفرقتين يوم الاثنين هتكون ختم الجولة التانية من الدولي هيكون مواجهة بين المصري واسموحة هتكون الساعة 5 ونص وإستن كومبوني مع غزل المحلة الساعة 8 مساء نروح للحكام وحضراتكم عارفين طبعا بعد مواجهة البنك الأهلي هيكون عندنا الساعدات طبعا لمباراة مهمة جدا هتكون يوم الجمعة اللي جاء إن شاء الله أمام الزمالك المنافس التقليدي للنادي الأهلي ودي المباراة لجمهور النادي الأهلي طبعا مستنيها خليني أقول لحضراتكم إنه فيما يتعلق بالحكام من اتحد الكرة قرر بالفعل إنه يصرف كل المستحقات الخاصة بالحكام في الدرجات المختلفة بشكل شاهري وهيبدأ الصرف ده من يوم 2 نوفمبر لكن على الهامش فيما يعني وإحنا نتكلم على موضوع لجنة الحكام لجنة الحكام بتحضر كابتن إبراهيم نور الدين عشان يحكم مباراة الأهلي والزمالك اللي جاي إحنا طبعا كل التوفيق لكل حكام المصري مش بس الكابتن إبراهيم نور الدين ولكن أتمنى أن دي تكون فرصة وإحنا يمكن شوفنا في الجولة الأولى من الدوري نقلة نوعية أنا مش عارف طبعا دي هل ده مجهود ربطة الأندية ولا كان ده سيناريو محطوط من اتحاد الكرة لكن خلينا نقول إنه احنا شوفنا فيما يتعلق بالبس التلفزيوني آه ممكن يكون فيه أخطاء تحطها تحت خالة متعمدة أو غير متعمدة دي حاجة ترجعلك أنت أو التقييمك الشخصي أو لوجهة نظرك الشخصية لكن أنا أتمنى إنه النقلة النوعية على أقل فيما يتعلق بجودة البس نقلة التلفزيوني يعني ودي اللي احنا اتكلمنا عليها الموسم الأخير عشان ما كناش نبقى قاسين قوي على منظومة التحكيم ونحملها المسئولية كاملة قلنا إنه الفار عانى من مشاكل تقناها كتير جدا في أوقات كتير جدا صعابت مهمة حاكم الفار وحاكم الساح لكن جودة الصورة اللي احنا شوفناها وجودة النقل مش بس الصورة كمان النقل التلفزيوني اللي شوفناها في الجولة بنقول إنها بتساهم بشكل كبير جدا في إنها تعلي من الدور اللي مفترض تقوم بيه تقنية الفار وننتمنى بقى إنه يترجم في الدوري السندي وأولها واللي بعتقد إنه المسئولية فيها لإنه الحكم عند الجمهور بيبقى مضاعف يعني الغلطة في أي مباراة عادية بتبقى غلطة والجمهور بيداء منها أو بيزعل منها أو بيبقى فيه ضرر نفسي وقع على جماهير الكرة وإحساس شديدة جدا بالظلم وخصوصا لما تكون بتشجع فريق بينافس والنقطة تفرق في مشوار بطولة وخصوصا إنه في زين الجماهير أو في خلفية زهنية للجماهير الموسم اللي فات والأخطاء اللي من وجهة نظر جزء أو قطاع عريض من الجمهور سهمت في إنه لقب الدولي يترجع من نادي الأهل فبالتالي الأخطاء دي السندي مش هتكون مقبولة وبالذات وبالذات كمان لما بتكون في مباريات فيها المنافسة شديدة يعني ما كلمك على مطشاط زي الأهلي والزمالك لما كلمك على مطشاط زي الأهلي وبيرميدز مطشاط زي الأهلي والمصري الفرق اللي ممكن تعطلك أو الفرق اللي ممكن تكون عقبة في مشوارك نحو تحقيق الدرع الفرق المستوها كويس السنين الأخير الأهلي واسموحة الحاجات دي مش هينفع تعدي يعني الحاجات دي السنة دي قنابل موقوطة أتمنى أتمنى أنه منظومة التحكيم وكلنا ثقة وأنا أشدت الحقيقة باسم كابتن عصان عبد الفتاح حبل كده نتخطى المرحلة دي ويكون إن شاء الله موسم موفق للتحكيم المصري طيب من الحكام نروح للمنتخب نروح للمنتخب والمنتخب الحقيقة مع كارلوس كيروش أعتقد أنه بدأ مرحلة جديدة معظم الجماهير راضية أنا مأجل حكمي النهائي على يعني على فترة كيروش لما أشوف أهداف حقيقية بتتحقق يعني ليبيا بالنسبة لي ما كانتش هدف ليبيا بالنسبة لي كانت نتيجة منطقية جدا ومطلوبة جدا لفريق عايز بيسعى إن هو يوصل كاس العالم ويلعب مع الكبار فطبيعي جدا إنك أنت تحلل أزمة اللي أنت صنعتها بنفسك وتتخطى ليبيا ذهابا وقيابا وهي برضو تاني نتيجة منطقية وحتى أنجولا والجابون ما هيش اختبارات بالعكس أنا بشوفها فرصة ميستر كارلوس كيروش إنه يدي مساحة لنفسه للجهاز واللعيبة اللي معاه إن هما يطوروا من أداءهم مطشين مفترض إن هما سهلين محتاج منهم ثلاث نقط بس عشان توصل للمرحلة التانية وهي دي المرحلة الأصعب وهي دي اللي على أساسها بقى ممكن تقيم التصادم اللي جاي إن شاء الله بعد ما تصدر مجموعتك وتوصل للمرحلة التانية هتقع غالبا كده غالبا في وش واحد من الخمسة الكبار حتى اليوم مصر تصنفها حسب الفيفا في المركز السادس وعشان توصل إنك إنت تخش من الخمسة الكبار يعني تبقى من أحسن خمس فرق على مستوى القارل الأفريقية ده محتاج معجزة محتاج منك تكسب في مطشتك اللي جاي كلها ومحتاج إنه نيجيريا تتعثر وأعتقد إنه ده سيناريو صعب وبالتالي ده هيكون التقييم الحقيقي الميستر كيروش والتقييم الأهم والأصعب بقى هو كاس أمم أفريقيا بطولة أمم أفريقيا في الكاميرون وطبعا إن شاء الله بإذن الله زي ما نتنناها يعني وإن كان ده هيكون نجاح في حد ذاته أن يوصل بنا كاس عالم ونشوف مصر في كاس العالم 2022 ميستر كيروش قرر إنه قائمة نهائية أو القائمة المبدئية القائمة المبدئية لأنه هيبقى فيه قائمة نهائية بعدها بأيام القائمة المبدئية المنتخب مصر اللي هيكون قوامها 30 لعب تتقدم للتحاد الأفريقي يوم 25 ديسمبر وبتالي هتكون فترة كافية جدا يكون تابع خلالها عدد كبير جدا من المباريات الدولي يكون بص على مستوى المحترفين المصرين اللي موجودين في الخارج ويقدر يكون التشكيلة الأنسب والأقدر على تمثيل منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا القائمة المبدئية هتكون 30 وبعدها بأسبوع هيكون القائمة النهائية عددها 28 لعب هيتم اختيارهم لتمثيل مصر في أمم أفريقيا قليني أقول لحضراتكم كمان أنه في البطولة دي هيرجع عدد التغييرات مرة تانية لتلات لعبين في المباراة الواحدة مش خمسة وهيسمح بس بلاعب أو بتبديل زيادة في الأدوار النهائية من البطولة على أن يتواجد في كل مباراة 23 لعب في قائمة كل مباراة يعني 23 لعب من أصل 28 اللي بتشملهم القائمة النهاردة أبو صلاح طبعا احنا كان معنا خبر عن جون بارنز واحد من أساطير ليفر بول طبعا اللي كان بيوجه نصيحة لمحمد صلاح عشان يكسر رقم فاردي وهو التسجيل في 11 مباراة متتالية لصالح ليستر المفترض أنه لو صلاح كان سجل النهاردة كان وصل أو عادل نفس رقم فاردي لكنه للأسف الشديد جدا ما نجحش في ده تبعت المباراة مع زميلي هنا في قناة النادي الأهلي مش احنا بس ده حتى الأنفلد جماهير الليفر بول في الأنفلد احتفلت بهدف صلاح الملغي احتفال يعني كان مبالغ فيه طبعا ببصوله ببصوله اللي يكون بيسجل في 11 مباراة متتالية لصالح ليفر بول ويعادل رقم فاردي ولكن طبعا للأسف الشديد تحسب الهدف ده تسلل ودي ما كانتش خسارة ليفر بول وحيدة لكنه فقط نقطتين مهمين جدا في مباراة كان كل الناس بتشوفها سهلة وهي دي حلوة الدوري الانجليزي الفريق اللي كسب منشستر خمسة واللي متقلق في دوري الأبطال ما قدرش يتجاوز برايتون وسقط في فخ التعادل معاه اتنين اتنين طيب على كل أحوال يعني هو رقم الحقيقة كان مهم انه صلاح يكسره ويحقق رقم قياسي جديد لكن ان شاء الله بإذن الله ما يقصرش على مشواره الناجح جدا لغاية النهاردة وماعتقدش انه الرقم ده تحديدا يأثر على فرصه في المنافسة على لقب أفضل لاعب في العالم لكن ان شاء الله بإذن الله يقدر يحافظ على ما كانتو كهداف الدولي الإنجليزي اللي بتصدر قيمته لغاية دلوقتي النهاردة واحد من المطشط المهمة واللي هنتابع مع حضراتكم اللي مش هبقى عندهم قدرة يعني يتابعوا المباراة أو يتابعوا نتجتها هنتابع مع حضراتكم على مدار الحلقة نتيجة المباراة يمكن تكون الأكتر جماهيرية والأكتر صعوبة النهاردة عندنا تاتا نعم في مواجهة المان يونايتد مباراة خارج التوقعات وواحدة من أقوى مباراة الأسبوع في الدولي الإنجليزي يمكن هتبدأ كمان خمس دقائق خلينا متفقين في البداية أنه البداية برضو كانت قوية جدا وكانت مرضية الحقيقة لكل جماهير النادي الأهلي بس أنا أحط كده بين قصين أتمنى أنها ما تكونش خداعة ليس تشكيكا في قدرات الأهلي أو قدرات اللاعبين اللي قدموا عرض محترم جدا ولكن قياسا على مستوى المنافس وقياسا كمان وده الأهم الحقيقة اللي عايزه يبقى قدام عينين جمهور النادي الأهلي على مدار الموسم وقدام كمان وهو بالتأكيد وصل للعيبة ووصل للجهاز الفني أنك قدام واحد من أصعب المواسم اللي هيمر على الكرة المصرية بشكل عام والنادي الأهلي بشكل خاص مبروك الفوز على الدرويش اللي بالمناسبة كان فوز مضاعف النهاردة تابعنا طبعا شباب الأهلي هو بيكسب شباب الإسماعيلي بنتيجة 2-0 وقدموا الحقيقة عرض مميز جدا وخلينا نتكلم على بداية وانطلاقة الموسم ونتكلم كمان على مطش البنك الأهلي بكرة مع ضيفنا النهاردة واحد من نجوم النادي الأهلي طبعا كابتن أحمد عادل أهلا بك كابتن أحمد أحمد أنا سعيد وأنا موجود معك دايما ربنا برك إزاي تباعت المبارات الإسماعيلي وإيه هي أهم الإيجابيات اللي شفتها أو رصدتها من خلال أداء الفرقة فيه أقول بقى ثوبها الجديد يعني أعتقد أنه ظهور موفق جدا لكل الأسماء اللي داخت على سقوة النادي الأهلي الموسم ده أكيد طبعا في المقدمة بتاعة حضرتك لمست وحطيت إيدك على نقطة مهمة جدا وهي معنويا معنويا مكسب مهم جدا كان مطلوب أن ثقة الجماهير ترجع في الفرقة تاني وترجع في الجهاز الفني مكسب مهم معنويا وخصوصا على نادي الإسماعيلي أي أن كان حالة نادي الإسماعيلي إيه أو المشاكل داخل نادي الإسماعيلي اللي كان هو سيظل نادي الإسماعيلي مكسب كبير جدا يسجل في التاريخ إضافة كبيرة جداً أو من مكاسب المباراة صفقتين طبعاً من العيار السقيل زي ما حضرتك قلت كبيرسي تاو أو لويس ميكسوني وخصوصاً بيشهد تقلق من بيرسي تاو بالأخص لكن أكيد إضافة قوية وعلى اللعبة دي مهم جداً إن يعرفوا قيمة النادي الأهلي وتاريخ النادي الأهلي إنه مش بيقف عند مباراة واحدة أنا بخاف دايماً من المحترفين الأجانب في أول مباراة ليهم أنت عارف يعني بيبقى فيه ضغط كبير جداً خصوصاً إنه يعني الجمهور بيبقى مستني من اللعيب إنه يطلع أفضل ما عنده فأول مباراة بتبقى صعبة شوية على اللعيبة فكون بيرسي تاوي يبقى موفق بالشكل ده ميكسوني الحقيقة يمكن مش الظهور الأول ليه لكن يعني أول مباراة ياخد فيها من البداية فإنه هم يعني ينجحوا كده أعتقد ده واحد برضو من المكاسب اللي تبني عليها في اللي جاي هو ده برضو اللي أنا عايز أوضحه للناس إن أنت مهم جداً أنت تأخذ الانتباع الأولاني الانتباع الأولاني ده هو ده اللي بيعلم مع الناس يمكن زي ما حضرك بتقول إنه لازم يستمر وخصوصاً إنه لو موجود داخل نادي الأهلي مهم جداً إن اللعيبة دي تقدر قيمة النادي الأهلي إنه بيشارك في أكتر من بطولة إنهم عليهم مسؤولية كبيرة جداً لماهير النادي الأهلي عندهم ثقة فيهم اللي بيشوفوها طبعاً من مستر موسيماني في اللعيبة وإنه هو يدفع بيهم في أول لأول مباراة كمن قوامل أساسي أكيد كان عنده حسن الظن لكن الأهم الاستمرارية الأهم الاستمرارية في بقية المباريات الأهم الاستمرارية في كل البطولات اللي النادي الأهلي مطالب إنه يحققها وخصوصاً إنه كموجود داخل نادي الأهلي أو كمحترف داخل نادي الأهلي أنت مطالب إنه بكل بطولة بتبقى مشارك فيها إنه تقدر تسجل أو إنه تقدر تعنده حسن الظن هذا مهير النادي الأهلي من النوعية اللي بتصبر على اللعيبة إنه تصبر على اللعيبة مش قوي يعني مش قوي يعني هي بتصبر ده مفهوش شك لكن أنت على طول محتوط تحت ضغط لكن الصبر حدود أنت على طول محتوط تحت ضغط إنك زي ما بقول لحضرتك المهمة جداً الاستمرارية وده على طول لازم كيرف اللعب بتاعك أو كيرف مستواك يفضل في العالي دايما ممكن يصادفك سوء توفيق مباراة أو مباراة لكن مهم جداً أنت تتحافظ على مستواك على مدار الموسم وفي كل بطولات يعني طب أنا عايز أخد رأيك في حاجتين الحاجة الأولانية حط اللبس أنت من يعني كنت محظوظ إن جيل بتاعك كان الفرقة مدججة بالنجوم يعني يعني وانت قاعد وحطت رجل على رجل كده ممكن تحط تشكيلين لأي مباراة وتبقى محتر تبتدي بأني واحد فيهم صح؟ أنا بيتهايلي إنه السيزن ده بشبه شوية الظروف اللي أنت كنت تتلعب فيها كلمني شوية عن قط اللبس كلمني شوية على المنافسة كلمني شوية على أحساس اللعبة المتوهجة والمتقلقة لما توضع الدكة وتبقى برق قايمة بس الزحم العز أؤضح لحضرك على حاجة وده يحسب يحسب لمجلس دارة النادي الأهلي معلش أنا قاسف عشان معنسي تعلق درب الجزاء مش محتاجة يعني يعني مش محتاجة فقط يعني في حاجات بديهية بتشغلوناش بالتوافع الأمور درب الجزاء بتاع ميكي سوني مفيش اتنين ممكن يختلفوا عليه عشان يبتدي من أول الموسم عشان نفسنا ما يتقطعش بس اتفضل كبتنحك أنا بس عشان اللقطة بتاعت ميكي سوني هو بيتمسك من إيده وبيتشد وبيقع على الأرض كتجاية فأقلت يعني شيء بشيء بس أنا زي ما تكلمت مع حضرك قبل كده طبيعي أنت هتلاقي حملات ضد النادي الأهلي حملات ضد الحكام لكن كلها مش بطولات مزعافة زي ما الناس بتقول لكن بنتيج بأداء بقوام أساسي مهمة في تاريخ النادي الأهلي زي ما حضرك قلت أن أنا كنت موجود من ضمن الأقوى جيل من أجيال تاريخ النادي الأهلي هتكلم ما حضرك نرجع عن نقطة قط اللبس مرجوعي فيها للمجلس دارة النادي الأهلي وحفاظه على القوام الأساسي الفريق ده ده حاجة من ضمن الإجابيات اللي حصلت ده هيسب في مصطحة قط اللبس لما يكون عندك لعبة كبيرة عندما سلوية النادي الأهلي عندها مقاومات البطولة يمكن ما اتكلمت مع حضرك قبل كده إن إزاي النادي الأهلي يحقق بطولة تسعة ويحقق البطولة عشرة كدوري أبطال أفريقيا ده بيرجع لقوضة لبس قوية زي طبعا مجهود كبير جدا من أكيد من الجهاز الفني ومجلس الإدارة لكن إن انت بتحافظ على القوام الأساسي قوام لعيبة كبيرة لعيبة عندها مسئولية لعيبة بتقدر عندها مقاومات البطولة فطبيعي إن أي لعيب جديد أو صفقة جديدة ده أنا شفته لما كنت موجود ودخلت النادي الأهلي طبيعي لما بتلاقي مثلا لما أنا دخلت قدت اللبس ما بلاقي وقل جمعة مع حفظ الألقاب مع عبد ريكا مع بركات مع عمد النحاس شريم حمد محمد شوقي حسن مصطفى فلافيو عمد متعب أسماء سهل جدا إن أنت تخش وهنا مع بركات اللعبة خدتني كصفقة جديدة كنت أنا وأنيس بو جلبان وعبد الحميد حسن ميدو ما خدناش وقت خالص إن إحنا نخش جوه الفرقة ونمصهر وسط الفرقة وتحس إن أنا ملاعب أول مباراة ما تحسش إن الصفقة جلسة جاية جديدة ده بيرجع لقلت ليب سنة أهلي ما موجود الشناوي أيمن أشرف وليد سليمان أفشا السولية مش عايزة ننسى حد لعيبة كبيرة عندهم قوامات البطولة دي بتسهل على أي صفقة جديدة إنها تخش وبيبدأوا يوجهوا للصفقة الجديدة دي النادي الأهلي رايح فيه طريقة لعب النادي الأهلي أهداف النادي الأهلي طموحات النادي الأهلي وبالنفس الوقت بيبدأ اللعب بيبقى مدرك مدرك لما بيشوف دعم جماهير كبير جدا وخصوصا في أول مباراة ده بيديك ثقة ثقة كبيرة جدا لازم تبع عنده حسن الظن فدي طبعا أكبر من أكبر مميزات أكيد الأهلي هو صاحب المركاتو الأنجح يمكن الموسم ده في فرق الدولي والنادي الأهلي هو الأكثر استقرارا ماليا وإداريا بين يعني كل الأندية المصرية إزاي بتشوف فرصه على المنافسة وإزاي بتشوف شكل المنافسة السندي على البطولات المختلفة محليا وقريا مش هبالغ لو قلت عالميا أنا شايف أنه الأهلي ده يعني القماشة دي لو الكرف بتاع حتى ده يطلع أو تدينا نشتغل ونركز بجد الأهلي ده ممكن يقدر ينافس في كاس عالم أندي إن شاء الله ده اللي أنا يعني وصق فيه مليون في المائة كما من كما محب للنادي الأهلي وكعيش الداخل نادي الأهلي هو على طول من هتلاقي من مجلس إدارة المجلس إدارة هم بيسفعلا بيسلم أجيال بتسلم أجيال وخصوصا ده بيبقى بواضح في مجلس الإدارة لأنهما ماشيين على بلان معين ماشيين على أهداف معينة ماشيين على طموحات معينة طبعا بقولي كابت الخطيب كل سنة وحضرك طيب بصحة وسعادة وربنا يمين عليك بالصحة كده والعافية دائما لكن أرجع لمرجوعي في حتة المجلس الإدارة فعلا ماشيين بخطة سابتة إنهما بيقدروا يقفلوا على الفريق بشكل جيد وقفلين على الجهاز الفني بشكل جيد برغم هتلاقي أقويل جدا الفترة اللي فاتت عن ميستر موسيماني أو أنه هو مش مرتاح أو مش موجود لا الرجل بيحقق في أول مباراة ليه في البطولة في مشوارة بطولة الدوري مكسب كبير جدا وده أن يدل كنت مغابرة بالنسبة له التشكيل والطريقة من وجهة نظر كابتان أحمد يعني كنت متوقعت أنه يدفع ببيرسي تاوي ميكسوني ومجدي أفشا من أول مباراة لا لا أفتش متوقع أنه يدفع بيهم من أول مباراة وخصوصا هنا بيبس لحظوا حدين يعني اللعيبة تتحرق أول مباراة لكن زي ما بيقولك اللعيبة ناس سألت وأنا منهم ليه ثلاثة في نصف يعني أول ما ابتدى أول ما ابتدى اللعات شوفنا التشكيل تلادي لأهل تلعب ليه ثلاثة في نصف الملعب وليه ما فيش محمد شريف يمكن تكون دي أكتر الأسئلة اللي قالتها الناس قبل المباراة ما تبتدي هو هنا ممكن يدي مهام هجومية يعني ممكن الطريقة أو على الورق ممكن تبقى أربعة ثلاثة ثلاثة لكن بيدي مهام هجومية للصولية بيدي ساعات في بعض الأقوات هتلاقي حمد فتحي راجع وراء لا وكمان في بعض الأقوات بيعمل زيادة العددية وفي بعض الأوقات بيطلب منه مثلا في وقت معين هو بيبقى قدام السرد باكين كيف وبيدي أفضلية للعيبة اللي جنبه أو حرية التحرك في الحتة الهجومية دي بتبقى حسب حالة اللعيبة أو أن أنت بتطلب من اللعيب أنه هو يقدر يقدي في الناحية الهجومية وأنا ما بطلبش كمدير فني من اللعيب أزيد من طقت لكن أنا زي ما بقول لحضرك الراجل معاه من أفضل اللعيبة على مستوى أفريقيا من أحسن مفاتيح اللعب على مستوى أفريقيا وطبعا أهمهم علي معلول لكن أنا بشوف أنه هو كان من وجهة نظر النتيجة أنه لا اختيار جيد وأن الراجل عنده ثقة في المحترفين الجدد إن شاء الله اللعيبة برضو العمار حمدي وبقية اللعيبة إن شاء الله يبقى دفا قوية إن شاء الله الضغط اللي ممكن يكون يا مش عند مستر موسيماني كمستر بيتسو موسيماني لكن عند أي مدير فني عنده الكمل كبير جدا ده من النجوم عايز من ناحيتين ناحية الأولى إنه يستفيد بالتقاط دي بالإمكانيات دي وفي نفس الوقت إنه يحفظ على روحهم المعنوية وعلى خلق الدوافع عندهم بحيث إنه يقدر يطلع منهم أو يلاقي عندهم وقت ما يحتاجهم هنا أكيد ممكن في بعض الأوقات تسبب مشكلة مدير فني يعني ما بيكون عندك لعيبة رجلها في الملعب صفقات قوية مع لعيبة موجودة دي برضو يعني من ضمن مقاومات النادي الأهل إنه أنت بيبقى عندك 25 لعيب نجم أي حد يلعب مش هتحس بالتغيير في التشكيل أو في الأداء لكن ده بيرجع إنه يقدر يبقى ملم بال25 لعيب نفسيا ومعنويا وبالناس اللي بره أهم من اللجوه ده لأنا عايز أأكد عليه إنه أنت مهم جدا التعامل مع الناس اللي بره دي أهم من اللي بقوا لأن اللي بيلعب بيلعب خلاص مفيش مشكلة مهم جدا أنت تبقى محتوي بالناس اللي بره ودي كات ميزة من ضمن مميزات مستر مانو والجوزين اللي أنا شفتها فيه إنه هو بيقدر يبقى ملم بال25 لعيب 25 نجم داخل فريق ممكن هيبقى في بعض المشاكل إن اللعيبة بتلعب أو ما بتلعبش لكن مهم جدا إن أنت معنويا دي طبعا بتبقى مسؤولية يعني بشكل كبير جدا داخل قط اللبس على كابتن سيد عبدالحفيز كمدير اللكورة إنه هو بيقدر يبقى ملم من وراء المدير الفني في بعض المشاكل لأن طبيعي أنت موجود داخل نادي الأهلي أي لعيب داخل نادي الأهلي فهو نجمة فهو قد المسؤولية مهم جدا يقدر قيمة النادي الأهلي وقضة لبس النادي الأهلي عشان كده بنتشوف إن الهدف واحد كل الكرام على هدف واحد كبار طبعا احتفلنا في بداية الحلقة بكابتن محمود الخطيب ومناسبة عيد ميلاده واحتفلنا بكابتن عبدالسطار لتواصلنا معايا كان دفنا النهاردة في فقرة الحريف وكان مهم نسمع صوته خاليني برضو أطلب منكم على صفحاتنا على السوشال ميديا سؤالنا هيكون موجود طبعا على الفيسبوك وتويتر وإنستجرام مين هم أفضل تلات لعبين من نادي الأهلي في مباراة الإسماعيل الأخيرة بتاعت حضراتكم عشان نعلن عنكم نتائج الانطلاقة الموسم من جديد طيب عشان أتكلم علي مش تخوفا من مستوى بقدمة أنه البنك الأهلي بادئ بشكل كبير وأنه كمان اللي بعدها على طول الزمالك فبيتهيألي بتشد أو بتسحب شوية من مساحة التركيز عند اللعيبة فبالتالي بخاف جدا من الماتشات دي عشان كده هتكلم أكتر مع كابتن أحمد عادل في السادسة عن ماتش بكرا إن شاء الله المواجهة المنتظرة من تاني محطات الدوري بس خلينا نفرد بقى مساحة لها في السادسة بعد الفصل يمكن الأهلي هو صاحب أقوى ميركاتو من ناحية كولة اللعبين الموسم ده لكن ده ما يمنعش أنه معظم أندية الدوري الحقيقة عملت عدد محترم جدا من الصفقات ودعمت صفوفها بشكل كويس جدا وده يمكن بان شوية في الجولة الأولى إن إحنا هيكون فيه كرة حالوة السنة دي والفرق حتى اللي يمكن قدرت تغير من من شكلها ومن طريق أداءها يمكن في الجولة الأولى يعني كانت البنك الأهلي فجئتني بصراحة قدمت عرض قوي ومختلفة تماما عن شكل البنك الأهلي في الموسم الأخير وقدرت نتحقق نتيجة محترم طبعا ما فريق من الفرق القوية طلع الجيش وتكسب نتيجة 3-0 ومنحظنا إن إحنا هنلعب بكرة مع البنك الأهلي كنت بقول إنه أنا بنتخوف من المطشات دي مش بس عشان مش عزي أقول طفرة يعني لكن الفرق اللي حصل أو اللي واضح في مستوى البنك الأهلي السنة دي لكن كمان المطش اللي بعدها زمالك وبالتأكيد اللعبة الأهلي يعني ممكن شوية تبقى رايحة أكتر لمواجهة يوم الجمعة اللي جاي لا زي ما بقول لحضرتك لعبة الندي الأهلي عندها قدر من المسئولية إنه هو خلاص اكتسب الخبرات الكافية إنه هو بيركز المباراة مباراة بيركز المباراة مباراة وأكيد مستر موسيماني متفرج على فريق البنك الأهلي كويس يمكن دي السياسة اللي بتبقى موجود قلتيني إنه عمل مركاته محترم جدا وجاب لعيبة كويسة جاب لعيبة كويسة جدا من ضمنهم طبعا محمد هلال ده كان فودي ديجلة ومن نوعية لعيبة كويسة لعيبة كويسة جدا وبيكمل عجون كويس وجاب جونين أعتقد جاب حد أفين في مباراة الجيش في محمد بسيوني برضو من ضمن مفتاح اللعب اللي كان اللعب معي فتحت الشرطة وعرفه بشكل كويس من ضمن مفتاح اللعب اللعب كويسة ولعيبة كويسة لكن أكيد مستر موسيماني متفرج على فريق بشكل جيد على فريق البنك الاهلي عارف نقط وخصوصا وانما بتكلم دايما عن نادي الاهلي فوقت بمفتوح استعدادكم لمطشط الزمالك على أيامكم يعني كمية مختلف عن استعدادكم لأي مباراة تانية ده مليون في المية لكن ما بيهزش ثقاتنا في نفسنا وإحنا بعندنا ثقة المكسب يمكن إحنا كنا بنكسب دايما وخصوصا الفترة أنا كنت موجود فيها إحنا كنا بنحسم الدوري قبلها بسبع أسابيع سبع أسابيع والموسم اللي خد فيه تاني دوري قبلها بخمس أسابيع لكن هتفضل مباراة الأهلي والزمالك في قمة مصرية لكن الأفضلية بتبقى للنادي الأهلي والثقة اللعيبة في نفسها بتبقى من ضمن المباراة الكبيرة إيه الأفضل من وجهة نظرك بكرة الجمهور بيسأل هل الأفضل أن أنا ألعب بنفس التشكيلة اللي لعبت بيها ماطش الإسماعيلي وقدمت العرض ده ولا من ممكن أن أنا ألعب بطريقة بكرة يعني مستر موسماني يفاجأ الجمهور الأهلي يلعب بطريقة وممكن تشكيل مختلف أتوقع أنه ولو حتى لو غير مستر موسماني يبقى غير في لعيب واحد يعني في لعيب واحدة وممكن يدفع بالشريف محمد شريفي بتدي بكرة يبقى بكرة على حساب لويس ميكسوني على حساب ميكسوني ممكن يا رجع محمد شريف وخصوصا شريف من اللاعيات اللاعبة اللي في المباراة الكبيرة بيبقى يعني عنده دوافع كبيرة جدا هداف بيلعب عجون كويس وخصوصا أنا أتكلم عن نادي الأهلي أن كل المفاتيح اللاعب اللي بتخدم بتخدم على الفروت دي اللي عايز برده وصلها لويس ميكسوني أنت أنت قامة حطت لعب كويسة وسريع وتلعب عجون لكن مهم أن انت تحرز أهداف لكن أنا بشوف أن الملكة دي عند شريف ولكن نتكلم عن مباراة البنك الأهلي مهم جدا أن أنت أول ربع الساعة تسجل هدف هيسهل عليك المباراة بشكل كبير جدا لكن أكيد في مرحلة جس النبض في الأول دي اللي بيبقى مستنيها أي فريب يلعب ضد النادي الأهلي الطريقة والأداء عجبك راضي عن الكورة اللي أقدمها الأهلي في ماتشو الإسماعيلي أتمنت بشكل كبير جدا زي ما كنت أتكلم دايما على طريقة لعب مستر المسيوماني أن أنت مهم جدا في كل المباراة سواء أن تلعب بفريق صغير ما احترامي لي أو بتلعب بفريق كبير أن أنت عندك مقاومات اللعبة وعندك إمكانات لعبة تنزل تفرض أسلوب لعبك وده ده ظهر في مباراة الإسماعيلي أن أنت لما فرضت أسلوب لعبك ونزلت بالطريقة طريقة هجومية طريقة بتلعب على كل مفتاح اللعب عندك سواء على أطراف الملعب أو من قلب عن طريق أفشا لكن قدرت أن أنت تحرز هدف واثنين وخصوصا بلعيك معاك لعيب زي لويسميك السوني أنا بشوف أنه أول مباراة بيعرف يجيب جوا بيعرف يجيب جون كويس بيكمل كويس مع الكرة عندك أكيد مفاتيح اللعب لازم تكون مستغلها واللدتك الأفضلية أن أنت نزلت فرضت أسلوب لعبك وزي ما جبت الأول دورت على الثاني دورت على الثالث لكن اللي أنا كنت باللوم عليه في مصر المسلميني بعض الأوقات أن أنت بيبقى في حرص تفاعي أن أنا بأأمن في نصف الملعب وده ما يتنسبش مع اللعيبة اللي موجودة معك لكن مهم جدا أنت تفرض أسلوب لعبك في أي مباراة سواء خارج ملعبك أو داخل ملعبك لأن أنت عندك الملكة من إمكانيات لعيبة عندها الطموع والهدف دورت هتعود ديانج بمين بكرة تغير في طريقة اللعب تلعب باتنين بس لعب حمدي والسولية تلعب بتلعب باتنين بردو وتشوف بديل لديانج لا أنا أفضل ألعب على طول دايما أن حمدي والسولية حمدي والسولية اتنين وخصوصا أن السولية عنده مقاومات اللعبة الكبيرة أنها تقدر تكمل في الناحية الهجومية وفي نفس الوقت بتعمل ارتداد سريع ولو طلبت من أفشا أنه يرجع يضم في نصف الملعب تاني يعني الثلاثة بتوع نصف الملعب يبقوا حمدي والسولية وأفشا حمدي والسولية وقدامهم أفشا وقدامهم أفشا في الحالة دي تلعب بمكسوني وبرسيتاو ومعهم محمد شريف وممكن تلعب معهم محمد شريف يعني لو هتلعب باتنين بس طيب خلينا نقول القائمة وأرجع أسألك برضو شوية حاجات على مطش بكر قبل من قل الدوري بقى في شكله جديد بكرة قائمة اللي اخترى مستر موسيماني لمواجهة البنك الأهلي في حراسة المرمى علي لطفي ومعاش وبير وحمز علاء قط الدفاع ياسر إبراهيم محمد هاني أيمن أشرف بدر بنون كريم فؤاد دخل قائمة علي معلول خط الوسط عندنا السلية وأكرم توفيق وحمدي وأفشا وبرسيتاو وعمار وعبدالقادر والشحات وكهربا ومكسوني وخط الهجوم شريف وحسان أكيد أنا زي ما قلت لحضرتك مش هغير كتير هو هيلعب بنفس التشكيل دي بتبقى عند مستر موسيماني إنه هو بيحاولش يغير في التشكيل كتير لكن لو هيغير أتوقع أنه هيغير شريف كريم دخل قائمة تتوقع كريم تتوقع أنه ممكن يدخل أقرب مثلاً مثلاً يعني مكان ديانج وكريم يبدأ لا ما فضلش أن كريم يبدأ يبدأ أنت عايز كريم يأخذ بالتدريج يأخذ تدريج أو هاني ممكن هاني طبعاً ممكن هاني لكن أنا زي ما أقول حضرتك مهم جداً اختيار التوقيت المناسب للصفقات الجديدة عشان ما يبقاش في عليهم ضغط وكله ظهر معده كريم فهو كريم أتوقع أنه ممكن يبقى تبديل تغيير حسب نتيجة المباراة لكن أنا بشوف أن الراجل مهم جداً يساب التشكيل يلعب بنفس التشكيل اللي بدأ به مع إضافة طبعاً في الحتة الهجومية محمد شريف لكن أنا ممكن أتوقع أن كريم فؤدي يبقى تغييره في المباراة إيه رأيك في الدورة؟ شكل الدورة يعني إحنا لسه في مقدمة أنا أعتقدراش من حدش يقدر يحكم بشكل كامل بس يعني برضو مقدمة ممكن تكون معيار لحكم المبدئي شايف إيه المختلف في الدورة العام السندي عن المواصم اللي فاتت؟ أنا بشوف في التصوير الصورة اختلفت حاجة ولا أروع يعني ودي بتبقى من ضمن البشار الكويسة على مدار الموسم لكن أنا بأكد عليه طبعاً بتمنى اللجنة الأندية التوفيق في إدارتها للشؤون الدوري لكن بكيادة طبعاً أستاذ أحمد دياب موفق إن شاء الله مع اللجنة الموجودة لكن بشوف إن كان من ضمن أهم الحاجات اللي حصلت برضو ممكن أنا متابع بشكل جيد سواء الدوري الممتاز أو الدرجة التانية حتة عمله زي دوري مرتبط سواء أنا في الدوري الممتاز أو في فرق الدرجة التانية دي بتدي أمل للكرة المصرية وخصوصاً إنت ما بتتكلم في فرق بتدور عن منتخب القلومبي دي هتبقى أضافة للمنتخب الأول وهنا مهم جداً نحن نفكر التفكير ده لكن اللجنة الأندية إن شاء الله نتمنى نشوف دوري مستقر مستقر من حيث المواعيد أتمنى أن نوصل لمرحلة أن نقول مثلاً أول مباراة يوم كذا في الدوري آخر مباراة هتبقى يوم كذا لو اشتغلنا عليه هنحققه كل حاجة بتيجي بالمجهود كل حاجة بتيجي واحدة واحدة يمكن حاجة إيجابية برضو إضافة جماهير للمدرجات الاستادات دي حاجة تحسب للأمن في مصر وللمجموعة اللي شغالة أمن وصحة وكل بصراحة يعني موظومة متكاملة إضافة 2000 متفرج داخل الاستادة أو 2000 مشجع دي حاجة إيجابية أتمنى أن هم يزيدوا تدرجياً لكن ده هيرجع الوعي الجماهير مظبوط الوعي الجماهير طبعاً يعني الألف اللي دخلوا دول هم اللي في إيجابهم يفتحوا الباب لبقية الجمهور طبعاً ده اللي في إيدك يبقوا 3000 ده اللي في إيدك يبقوا 4000 طول ما أنت بتحافظ على النظام والالتزام وبتحافظ على كرسيك وبتحافظ على أمنك القومي ده هيدي شجاع للناس المسؤولين عن الأمن في مصر إن هم نفسنا يشوف وده هيفري معنادي الأهلي جداً شكل المنافس السنة دي شكل مين بينافس الأهلي علاقة بالدوري؟ أو مين يقدر يعني ينافس الأهلي علاقة بالدوري؟ مش مش تقدر تقول منافس على علاقة بالدوري إن شاء الله نادي الأهلي حقق الدوري لكن هيواجه نادي الأهلي السوابات مع الفرق الجديدة مع الفرق اللي ستصعدة للدوري ممتازة تشوف فيوت شرفاركو فيوت شرفاركو تدعيم البنك الأهلي فرق ميزانية ضخمة جداً مادياً بتسمع عقود 4 و 5 مليون في الموسم ده مينموم لكن بتدعم بشكل كبير جداً مع العيبة خبرات بس فيروس مش كل حاجة في الكرة كابتان أحمد ما هو ده اللي سأقول لحضرك عليه إن أنت بتدعم بصفقات مهم جداً هي تبقى إضافة الفريق عندها خبرات في الدوري ممتاز لما أنت مهم جداً أي فريق سعد للدوري ممتاز إنه يحافظ أول سنة إن أنت ما تهبطش زي البنك الأهلي ويبدأ يفكر في الموسم اللي جاي إنه هو يبدأ يحقق مركز لكن بشوف المنافسة قوية سواء فرقه التحيات سموحة مين كان مفاجأة بنسبالك في الجولة الأولى لا المباراة اللي استمتعت بيها اتحاد واسموح الاتحاد واسموح الاتحاد واسموح الاربعة اربعة 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 طبعاً نتما النادي سموح يبقى كسبان أربعة واحد وكابتان حسام المنتدى تاريخية للتحاد الاربعة اربعة وكان ممكن يجيبي الخامس فلا مباراة شدتني بشكل كبير والدات ده بيدي أفضلية حتى للدوري ممصر بشكل عكس معاكس السنين اللي فاتت انت بتلاقي فرقية بس دي أحلى مباراة لكن ممكن يكون فيه فريق فجأك بمستوى أداءه أو بنتيجة عملها من فيوتشر 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 أداء ونتيجة وخصوصاً مع كابتان علي ماهر ما جابش أي لعيبة لا جاب لعيبة وخصوصاً انت بتجيب لعيبة خبرات وموجود سعد سمير وجنش وأكتر من لعيب عمر كمال لعيبة عندها خبرات في الدوري ممتاز لعيبة لعبت في أندية كبيرة أجاب يعني لعيبة عندها مكاومات البطولات مكاومات البطولة أه انت واخد من الأهلي واخد من الزمالك واخد من فرامدس يعني كان عموم سعد بصراح اللي بتمناله الشفاء طبعاً في آخر مباراة لكن إضافة قوية لفريق فيوتشر وده اللي اشتغل علي كابتان علي ماهر بشكل جيد إنه هو يقدر يكون فريق عنده مكاومات البطولة من الفرق الكبير فده يحسب لكابتان علي ماهر مع فيوتشر مين تتوقع يكون حسان أسود؟ تشكلته مع إمكانيات النادي مع الجهاز الفني تراهن على إنه يكون حسان أسود في الـ أتوقع فيوتشر 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 زي ما قلت حضرك لمكاومات اللعبة اللي عنده مع كابتان علي ماهر جهاز فني محترم خطة جربة مهمة جداً السنة اللي فاتت مع فريق مصري وقدر أنه يحطه في المربع الزهب ويلعب على دوري الأبطال على الدوري الكونفدرالية لكن أنا بشوف جهاز فني عنده فموات بطولة مع لعيب عندهم فموات بطولة مع إمكانيات مادية زي ما قلت حضرتك بشكل مدين كل الصلاحيات لكابتان علي ماهر وجهازه يعني أتوقع أنه يبقى موجود كحسان أسود هم بس داخلين في مطاب صعب ومخسرين من الاتحاد دلوقتي شاف أنت وهم وهم والاتحاد هتشجع مين؟ لا لا أنا بقى مين ناحية الاتحاد الاتحاد طبعاً من أحل دلائم اللي عشتها داخل نادي الاتحاد وخصوناً لعبت الداخل نادي الاتحاد مع الحج محمد مسلحي طبعاً وبتمنى له عبء كبير جداً ومسؤولية كبيرة جداً الحج محمد ضغوط كبيرة جداً عليه بتمنى له أنه يبقى موفق ويقدر يستحمل نادي الاتحاد وجماهير نادي الاتحاد الاتحاد كسبان التلاتة اتنين ومدع ضرب الجزاء فيعني هتطلع معندها مبسوط لو النتيجة خلسك كده طبعاً والحقيقة يعني ونحن نتكلم على مدربين مصريين تكلم على حسام حسن تتكلم على علي مهر المسم ده أنت معندكش في الدولة غير ثلاث مدربين على جانب بس بتهقلي أنه يعني ابتدى المدرب المصري ياخد المساحة اللي كم بيطلبها أو يعني بيدور عليها يعني اتمنى ان شاء الله يكون بقى عند حسن الظن ونشوف بقى جيل جديد من المدربين كده يكونوا أصحاب بصمة يعني بدلا ما نقعد نعد وندور ونتخانق مين أفضل مين أحسن عدنا سنين طويلة جداً معتابدين على كابتن جوهري جاي بعدها كابتن حسن شحاتة على المستوى الصغير أولمبي ونشئين شوقي غريب يعني فهم عايزين بقى مع كامل التأدير والاحترام عنا بحب الأسماء دول كلهم يعني كابتن حسن شحاتة طبعاً حد من أحسن الإنجازات للكرة مصرية كابتن جوهري اللي أرحمه الجنرال طبعاً نقل تهالي أنه صاحب بصمة في نقل الكرة مصرية بسيبة بقولها على أنه فيه أجيال جديدة بتتقدم رضا شحاتة علي ماهر يا سام شعبان كابتن لا فيه فيه أكتر مدرب وده زي ما احنا بالناشد حتى المسؤولين في مصر أن أنت بتحضر كوادر إدارية مهم جداً أنت تتحضر كوادر فنية مدربين كنت مخصوب جداً بتجربة يمكن ماهر مش مدرب جديد أول لكن على مدار أربع أو خمس مواسم كابتن عماد النحاس مقد بشكل كواس جداً مع المقاولين تلت سنين معنادي المقاولين محق إنجاز معنادي المقاولين لكن لما بنشوف أكتر مدرب رضا شحاتة في الجونة كابتن هيسم شعبان في السراميكا لما بنشوف أكتر من مدرب كابتن أحمد سامي مع سموحة واخد أكيد خبرات كبيرة جداً مع وجود كابتن حسام إبراهيم لكن مهم جداً أنت زي ما بتحضر كوادر لازم مهم جداً تحضر كوادر حتى المنتخب مصر عشان لما تحط على الترابيزة أربع أو خمس مدربين إنهم يمسكوا منتخب مصر مع كابتن إيهاب جلال وكابتن حسام حسن كل ما بتشوف أربع أو خمس مدربين بترشحهم للمنتخب أو سواء على مستوى مصر خلاص عايزين نطلع برى النغمة إن خلاص ما فيش غير أربع أو خمس مدربين لا لازم يجب فيه ستة أو سبع مدربين للمنتخب فيه حوالي قاعدة من عشرين أو خمسة وعشرين مدرب أو أربعين مدرب إنه هو يستاهل إنه يمرن في الدارة المتاز أكيد كابتن مجد عبد العاطف في فاركو وده طبعاً إنه هو بيدوله تصعد الفرقة وبيدوله الثقة إنه هو يكمل دي حاجة مهمة إدارية واستقرار إداري وده المتوفر داخل نادي فاركو فأنا أتمنى أن نشوف أكتر من مدير فني أكتر من مدرب وجوه جديدة أنت أنا بشوف الجهاز المعاون لمجد عبد العاطي ساروخ عمر فهيم بشوف الجهاز المعاون في سراميك عبد الحميد حسن ومش عايزة نساء حد برضو دي دي كوادر فنية هنشوفهم الفترة اللي جاية إن شاء الله كمدرين فنيين لكن أنا عارف المدربين دي بتاخدها ستب بستب خطوة بخطوة أصعب حاجة في الموس إن دمنا من وجهة نظر كابتن أحمد عدل في مشوار النادي الأهلي أنا بشوف أنه مع الفرق الصغيرة الفرق الصغيرة محلي يعني متشط محلية متشط محلية مع الفرق الصغيرة لكن عشان كده بقول لك مقاومات البطولة اللي عند لعيب النادي الأهلي هي مدركة اللي أنا بقوله إن هي بتبقى مركزة بشكل كبير جدا يعني أنت مش تطلب من لعيبة في مباراة الإسماعيل يتركز مش تطلب من لعيبة في أي مباراة زمالك تركز لكن هتطلب منها في المباراة اللي هي الصغيرة واللعيبة عندها المقاومات دي ما احترامي للفرق الصغيرة اللي هتلعب النادي الأهلي لكن مهمة جداً لعيبة كلها تبقى مركزة والنادي الأهلي واللعيبة النادي الأهلي عندهم المقاومات دي إنها مع الفرق الصغيرة تقدر تركز وتقدر تحاند هي يا جباك إن شاء الله وضع للمتمنى والموسم ده أنا قلت يعني يختلف جملة وتفصيلاً كل المطباط الصعبة عندنا أوراق نقدر نتجاوزها وبالتالي الدروبات أو المطباط اللي عشناها الموسم اللي فات ما اعتقدش إن الجمهور يقب أننا نعيشها السنة دي وشايفين إمكانيات لعيبتنا تسمح لنا إن شاء الله بإذن الله المطلوب بس إن اللعيبة تعمل عليها في الملعب وبرر الملعب ومطلوب إننا يبقى مركزين في كل خطوة في كل البطولات اللي هندخلها إن شاء الله بإذن الله وبالتأكيد عندنا صرقة كبيرة في رجالتنا إن شاء الله وفي جهازنا الفني إن هم يقدروا يحققوا مشوار نجح على مدار الموسم بشكرك كابتن أحمد شرفتنا ونوارتنا وبنسعد بيك دايما في السادسة ربنا أخليك أنا من ضمن الحلقات اللي أستمت بيها جداً طماما حضرتك نوارت الدنيا وبشكر حضرتكم ولسه بيبلغوني الاتحاد وفيوتشر خلص والاتحاد كسب المباراة مع كابتن حسام بنتيجة 3-2 مبروك للاتحاد كابتن حسام مبروك للجهاز الفني مبروك للجهاز المجلس الدورة وجماهير نادي للتحاد ونبارك بكرة إن شاء الله بإذن الله نادي الأهلي 6 نقاط على ما كامل إن شاء الله في تاني لقاءاته في الدوري الممتاز قبل ما نروح بقى الموجه الأهم مع الزمالك في نهاية الأسبوع بشكر حضرتكم مع المتابعة ونتقابل على كل خير اشتركوا في القناة